رياض الصالحين مع حسن شاهين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي في كل مكان ما زلنا نتجول مع كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين كتاب رائع وجميل تستمتع لمن تقعد وتقرم هذا الكتاب يا أخي ويا أختي وذكرنا في آخر كلام وصلنا إليه باب في بيان كثرة طرق الخير كل أنواع طرق الخير توصلك إلى مرضات الله رحمة الله فضل الله كرم الله اللي إحنا قاعدين نبحث عنه في أحد فيكم يا إخوتي عنده أي هدف في حياته غير رضى الله نبغى نغرف اللي عنده أي حاجة يقول لنا يرسل لنا يخبرنا ما عندنا أنا عارف إنكم كلكم بعاية ما في عندنا هدف آخر إلا مرضات إلا أن يرضى الله عنها لأننا إحنا نبغى نموت وندخل في قبورنا لوحدنا ما معانا أحد ولا معانا أحد ولا معانا أحد ثلاث مرات هندخل لوحدنا ونحاسب لوحدنا ونطلب من الله الرحمة ونطلب من الله أن ننور قلوبنا يا رب ننور قلوبنا وننور قبورنا القلب إذا أصبح منور خير والقبر إذا أصبح منور خير أرجع للحديث يا إخوتي الكرام ذكرت لكم الحديث والآن نشرح سريع عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه الإمام مسلم إذن الله بيقول لك يا ابن آدم صحيت وجسمك ما زال شغال زي الحلاوة ما في ناس والله سبحان الله بتيجي الأفكار في فيلم أنا شفته في الإنترنت اسمه The Shoes أو Shoes إن حاجة على الأحذية أكرمكم الله بالإنجليزي هذا الفيلم مختصر كل ثلاث دقائق ولد جاء صغير مختصر فيلم إرشادي شاب ولد صغير كده كان ماشي في حديقة جميلة بس حذاء الله يكرمكم ممزق ومقطع وجالس طالع فلقي ولد تاني قاعد على الكرسي في الحديقة ولابس ملابس فخمة ولابس حذاء الله يكرمكم مرة فخمة وصاحبنا الأولان داك حذاء مقطع وملابس مقطع فجو جلس جنب بعض في الكرسي كرسي الحديقة وطالع كده على حذاءه فداك الشاب اللي لابس ملابس مرة فخمة نظر إليه وهز راسه وابتسم قام داك من جنبه وجلس على أرض مسند ظهره لشجرة جنب الكرسي وقال بالإنجليزي بتكلم ليش هذا عنده ملابس أحسن مني وليش هذا عنده حذاء أحسن مني وليش هذا عنده فلوس أكتر مني أنا أريد أن أكون مكانه أنا أريد أن أكون مكانه أنا أريد أن أكون مكانه يتكلم بترجموها طبعا احتزت الصورة إخراج طبعا وأتبدل هذا الولد صار مكان الولد اللي لابس ملابس فخمة والولد اللي لابس ملابس فخمة صار مكان الولد اللي لابس ملابس ممزقة في تلك اللحظة وصلت أم الولد أبو ملابس فخمة وهي تدف قدامها كرسي على عجلات كرسي المشلولين الله يحفظهم ويشفي عنهم يا رب وصلت قلت له أنا آسفة يا ولدي تأخرت عنك شوية يعني انشغلت يلا اطلع الكرسي الولد اللي كان مشلول سار هو الولد انعكست الصور وجابوا الصور على الولد الثاني هو يجري وينقص رضي بحذاءه المقطع رضي بملابسه الممزقة لكنه قاعد يجري ومبسوط يقول أنا أتحرك أنا أتحرك أنا أجري وانتهت الصور طبعا والناس بلا شك كلهم قاعدين مفجوعين من النهاية المأساوية الغريبة الولد اللي كان فقير دحين ورطان سار هو لابس أحسن الملابس ولابس حذاء من أفخم أنواع أحذية كرمكم الله لكنه جالس على كرسي ودف أمه وهو مشلول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولذلك صلاة الضحى أنت تصلي لأنه جسمك ما زال يعمل عيونك ما زالت تعمل أنا مرة كنت نايم في الليل وصحيت من ألم شديد في عيوني أنا عند السكر ربنا يشفي كل مريض قوله آمين يا رب العالمين فقلت يا الله خلاص يا حسن بدأ السكر يضرب عينك وحتسير أعمى ساعة اثنين ونص مدر ثلاثة في الليل صحيت وأنا مرعوب ورحت على طول أخذت حبة السكر وأنا شوية بدي أنفجر من البكاء وأنا قاعد أقول يلا آخر يوم أشوف في الدنيا لكن ربي رحمني وصحيت أشوف ما زلت إلى الآن الحمد لله يا إخوة نحن في خير صلاة الضحى التسبيح والصدقات كلها شكر لله على نعمته علينا وعلى فضله علينا دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين مع حسن شاهين اشتركوا في القناة